في الفيديو اللي فات أخدنا كيف نحاول من binary لdecimal و من decimal لبانري يبقى احنا قلنا ان احنا عندنا اربع انظمة للعد binary و decimal و عندنا octal و عندنا اخر حاجة الهكسة decimal في الفيديو اللي فات اخدنا كيف نحاول من binary ل decimal وعكس كيف نحاول من decimal لبيناري وشوفنا الحالتين لو كان decimal عدد صحيح إنتجر ولا فراكشن كاسر في الفيديو ده هنأخذ كيف نحاول من binary لأكتل ومن octal لبيناري وكيف نحاول من octal لdecimal ومن decimal لأكتل يبقى نخلص المواضيع بتاع الاكتل كلها طيب واتفقنا ان احنا عندنا البيانر البيز بتاعه 2 والdecimal البيز بتاعه 10 والاكتل البيز بتاعه 8 والهكس البيز بتاعه 16 دي كده مراجعة من المرة اللي فاتت طيب تعال نتبدأ ازاي نحاول من decimal لأكتل ازاي نحاول من decimal لأكتل يعني من البيز 10 للبيز 80 طبعا عندنا حالتين لو الدسمال ده انتجر يعني عدد صحيح أو فراكشن يعني كاسر طيب تعال ناخد مثال ازاي نحاول من decimal لأكتل بي لو هو كان انتجر ناخد المية خامسة وسبعين كمثال طيب يعني مية خامسة وسبعين ده عدد مفروض انه هو decimal لبيز 10 واحنا عايزين حوالي الاكتل لبيز 8 يبقى من decimal لأكتل طيب التحويل من decimal لأكتل هو نفسه بالظبط التحويل من decimal لبينري بس بدلا بنقسم على اثنين بنضرب بنقسم على ثمانيا نقول بنقسم على البيز يعني يعني المية خمسة وسبعين أحطها هنا وهفضل أقسم على 8 لحد ما أصل للسفر يعني خلا بالك لما كنا بنقسم على 2 لحد ما نصل للسفر لا هنا هنقسم على 8 لحد ما نصل للسفر يعني بنقسم على البيز للحاجة اللي احنا بنحول لها تمام طيب 175 على 8 فهل كام تعالك هنحسب على الألة 175 على 8 هتدينا 21.875 21 175 لو كتبنا هنا كده سوري 175 70 على 8 ونحن هتدينا 21 21.8 7 5 ده كده العدد الصحيح وده الكسر طيب زي ما احنا متعودين العدد الصحيح هكتبه هنا تاني اللي هو ناتج الاسمة تمام ويه الكسر ده بعمل ايه الكسر ده اللي هو الرمندر او بقي الاسمة هارجع تاني بقى اضربه في 8 يعني point 8 7 5 دي اضربها في 8 عشان اجيب منها الرمندر طيب لو ضربتها على الألة هتديك 7 تمام السبعة دي هتكتب فين السبعة دي هتكتب كريمندر هنا تمام وبعدين ارجع اقسم على 8 تاني طيب 21 على 8 فهل كام ممكن حتى بمجرد النظر كده احنا عارفين ان 21 على 8 ممكن نقول ان هي بتساوي 2 يعني 21 على 8 بتساوي الاتنين وهيتبقى لي كام وهيتبقى لي طبعا يعني 21 على 8 اللي هي 16 زائد 16 او اسف 8 وتمانية وهيتبقى لي كام هيتبقى لي 5 اعتقد خمسة او مزبوط يعني ناتج الاسم هيبقى 2 واللي هيتبقى لي او الباقة هيبقى 5 طيب نحسبها بترقة تانية ممكن نقول 21 على 8 ونحسبها على الألة هتطلع معنا بكام هتطلع معنا ب 2.625 بناخد الرقم الصحيح بنحطه هنا وبناخد الكسر ونضربه في 8 فلو ضربت انا 8 في 0.625 حسابها على الألة هتطلع معك بخمسة تمام تمام بعدك نرجع نقسم احنا لسه ما وصلناش للسفر هنقسم على تمانية تاني طيب 2 على الثمانية معروف ان هي فيها السفر والباقي هو الاثنين نفسها يعني الباقي هنا هي الاثنين دي تمام وزي ما احنا عارفين ده كده هيبقى ده اي 0 ده اي 1 ده اي 2 فحنا نكتب الرقم من كده من يعني من فوق لتحت يبقى لي مل الشمال يعني 7 هناخد السبعة الأول بعد كده الخمسة بعد كده الاثنين بعد كده للباس كام للباس 8 يبقى احنا كده قدرنا نحول ال175 من البيس 10 لي 257 من البيس 8 نفس الاجابة هنا 257 البيس 8 تمام ده اي الطريقات يبقى هي نفس طريق التحويل الدسم البانري بالزبط بس بدل ما بنقسم على تمانية بدل ما كنا بنقسم على اثنين بنقسم على تمانية زي ما قلنا مفروض ان هنا كده ده ناتج الاسم وده اللي بنقسم عليه المقسوم عليه ده ما بنقسم على التمانية وده باقي الاسم تمام طيب تعال نشوف لو فيه مثال تاني اه فيه مثال تاني ال 195 تعال نجرب على ال 195 ونطبق نفس الخطوات هي هي احنا مرادة عندنا 195 كديسيمال وعايزين نحاولها الوقتل تمام يبدل 155 هنحطها هنا وهنقسم 195 على التمانية فيها الكام تعال نحسبها على الالة لو حسابة 195 على التمانية على الالة هيدي الكام حيديك 24 بوينت ثلاثة سبعة خمسة ده كده الجزء الحقيقي الجزء الحقيقي بنحطه هنا اللي هو ناتج الاسم والجزء الكاسر ده اللي هو بوينت ثلاثة سبعة خمسة نرجع نضربه في ثمانية لو ضربته في ثمانية هيديك كام هيديك ثلاثة يبقى الثلاثة ده هي باقي الاسم بنكتب الثلاثة على جنب هنا كده وبعدين نرجع نقسم الاربعة وعشرين على التمانية ثاني 24 على التمانية معروف ان فيها الثلاثة وباقي الاسم هنا هيكون سفر لان كده الاربعة وعشرين بتقبل الاسم على الثلاثة بعد كده ثلاثة على الثمانية فيها السفر والباقي هي الثلاثة نفسها وزي ما احنا عارفين ده كده اي زيرو ده اي واحد اي اثنين يبقى نكتب الرقم ثلاثة زيرو ثلاثة يبقى ده كده كاوكتل ناتج تحويل للمية خمسة وتسعين كدسمال تمام يبقى حتى كده خلاص تعودنا على الطريقة وهي فعلا محاولت لها بتمتمية وتلاتة زي ما احنا حولنا بالزبط طيب ده كده كان في حالة ان احنا عندنا الرقم دسمال طيب لو كان الرقم او كاسر هنعمل ايه بدل ما هنضرف في تمانية كل شوية لأ هنقسم على او بدل ما كنا نقسم على تمانية كل شوية لأ هنضرف في تمانية كل شوية تعال نشوف الاكزامبلز اللي هنا بدي نمسح كده الكلام ده ونجرب لما يكون عندنا كاسر تمام خلينا نجرب الرقم ده اللي هو بوينت ستة تلاتة اتنين خمسة كدسمال وهنحوله لأو كتل طيب المرة دي كاسر فبدل ما كنا هنقسم على تمانية لأ هنضرف في تمانية بأول حاجة هنضرب الرقم ده بوينت ستة تلاتة اتنين خمسة هنضربه في تمانية طيب نضربه كده في تمانية على الآلة هنضرب الرقم ده بوينت ستة تلاتة اتنين خمسة هنضربه في تمانية هنضرب الرقم ده بوينت ستة وهنحول لأ هنضرب رقم ده بوينت ستة على الرقم ده بوينت ستة يعني الجزء الحقيقي زيرو ده اللي احنا بنحطه هنا والجزء التخيلي هنكتبه هنا تاني او جزء اسف الجزء اللي هو الكسر اللي هو 4 48 هنرجع point هنرجع نضربه في 8 تاني طيب لما نضربه في 8 خلينا نضرب كده على الالة point 4 8 في 8 يسوي كام ايدينا 3 point 8 4 الجزء الحقيقي كزير ما احنا عارفين بناخده نكتبه هنا وده نتج الكسمة point او نتج الترب point 4 8 هنحطه هنا ومفروض نضربه في 8 تاني طيب ممكن نقف لحد هنا وهنقول كده انه نعرفين ده دقيق السالب 1 دقيق السالب 2 دقيق السالب 3 وهنا العلامة يعني العلامة تبقى هنا وبعد كده 5 بعد كده 0 وبعد كده 3 وده للأساس 8 طيب ليه ما كملناش لحد ما لقينا او لحد ما وصلنا للرقم هنا بصفر زي ما قلت الرقم ده او الموضوع ده بيتوقف على حسب الدقة اللي انا عايزها يعني انا ممكن افضل اكمل point 5 0 3 0 1 1 1 بس احنا عارفين احنا كل ما بنشي في الكسر كده كل ما الرقم بيكون بدقة ممكن تكون اكثر من اللي احنا مش عايزينها شوية ومش كل الكسور بتبقى منتهية فيه كسور بتروح يعني احنا عارفين انه واحد على الثلاثة بتساوي point 3 3 3 3 3 3 الى ما لا نهاية فمش كل الكسور بتنتهي فانا احيانا ممكن اخد اول 4 او 5 ارقام بالتقريب يعني انه ده كده يعتبر زي التقريب كده اللي احنا بنشوف في الارقام الحسابية طيب المفروض في الماسألة هو اللي بيحدد لك انا عارف الامثلة هنا وبيحدد لكش بس في الامثلة زي ما هنشوف امثلة الكتاب المفروض بيحدد لك هتاخد كم ديجيت بالزبط او هتقرب لكم ديجيت بالزبط يعني انا مسرح نقربنا لثلاثة ديجيت بس وكل كل نقرب لاربعة وكل نقرب لخمسة طيب ناخد مثال تاني ونطبق عليه نفس الخطوات بالزبط. تمام? طيب المرة دا هنحط ايه? المرة دا عندنا الرقم اللي هو تلاتة. هناخد الرقم ده. تلاتة واحد اتنين خمسة للبيز عشرة. برضو عبارة عن وكسر. وعايزين نحواله لبيز تمانية. طيب نحط الرقم هنا باينت تلاتة واحد اتنين خمسة هنضرب في تمانية لانه كسر. لما هنضرب تمانية في باينت تلاتة واحد اتنين خمسة. هنضربها كده على الالة witnessing الاثنين ونص. التنين şunu هوarrقم الحقيقي ceTeam قال لمرنا هناخدنا ونحطه هنا وهنطلنا ولرقم الكسر كده هنا. وبعدين نرجع نضرب في تمانية الآخر. تمنين تمانية في نص بمجرد النظر كده الأربعة. تمام يعني اربعة باينت زيرو. تمانية او نكتب هنا كده تمانية في نصف ٤. 0. يبقى الاربعة ده العدد الحقيقي اللي احنا بنحط هنا ولا هو نتج الحصول هنا يبقى احنا ها وصلنا لزيرو مش محتاجين نكمل واحنا عارفين ايه مانس واحد ايه مانس اتنين وال producto هنا هنا. يبقى عندنا اتنين اربعة يبقى واتنين اربع للأساس تمانية. يبقى ذا كده ناتج تحويل الرقم بوينت ستة تلاتة اتنين خمسة لأساس عشرة من من ديسمال لأكتل تمام كده خلاص عرفنا الطريقة وحالنا عليها توك جامبل سنشوف فقا العكس ازاي نحاول من بايناري لأكتل يبقى احنا كان عندنا بايناري واكتل تمام احنا عرفنا ازاي بنحاول من اكتل لبايناري ومن ديسمال لبايناري تعالى نشوف ازاي نحاول من بايناري لأكتل طيب من بايناري لأكتل الموضوع سهل جدا زي ما قلنا مفروض بكون حافظ الجدول ده مفروض تكون حافظ الجدول من سفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ومفروض تكون حافظهم لحد خمستاشر كمان مش لحد سبعة عشان هتنفعنا في الهكس ديسمال بس خلنا ندلوقتي من اول سفر لحد سبعة ده كده الاكتل لامبر اللي هو نفسه ديسمال لامبر لازم تكون عارف المكافئ ليه كبايناري مثلا نأخذ اجزامبل على الرقم ده الرقم ده عبارة عن بوينت في هنا علامة بوينت زيرو واحد وعند هنا زيرو واحد واحد زيرو واحد طيب بناخد كل ثلاث أرقام ونشوف ايه المكافئ لهم يعني نبدأ بعد العلامة نأخذ الثلاث أرقام دول للتلات أرقام دول في الجدول ده هما المكافئين ليف控ه الطلات أرقام دول هما المكافئين لرقم ستة يبقىi نكتب هنا كده Bea طيب والرقامين دولرقام دول مفرض ان انا محتاج تلات أرقام فمكن حط سفر على الشمال cifre على الشمال ما يعني عنما يتالى تلات أرقام دول مع بعض هابي يبقى سفر واحد سفر سفر واحد سفر مكافئة الاثنين يبقى نحو cycling هنا اثنين بعد كده الارقام اللي بعد العلامة عندي سفر واحد محتاجين رقم كمان فحنا ممكن نحط سفر على يمين واحنا عارفين سفر على يمين بعد العلامة برضو ملوش قيمة طيب يبقى سفر واحد سفر برضو بكافأ ليه اثنين والعلامة زي ما هي يبقى الرقم هيبقى ستة وعشرين بوينت اثنين للأساس تمام يعني الموضوع سهل جدا بيبقى حفظين الجدول ده وبناخد كل تلات ارقام و بنحطهم كااااااااااااااااااااااااااااااااا تمام وهو هنا بيقول لي اتش جروب وفتلاتة بيت ربريزنت اوكتال ديجيت شوف كده لو هو جايب لنا مثيل كمان جايب لنا شوية امسيلة كمان تعالى نحلهم مع بعض بس دول من اوكتال لباناري حال فيه اجزامبل تانية ودي اجزامبلز من باناري لاوكتال طيب نحلهم مع بعض طيب رقم ايه واحنا نحاول من اوكتال لباناري طيب الرقم الاوكتال اللي هو طيل التلات اشر دي هي تلاتة واحد تمام ونحن عارفين يعني مفروض بالجدول دا التلاتة بتكافئ وجود أن الشتزام التلاتة بالكافئ ل which keeps thinking 3 مفروض هذه اقتل، التلاتة دى هي تكافئ آآه الجدول لي كافئ جدول بالتزام عالك Victory Force Spec cherche جدول يبقى 1 0 0 خلاص يبقى كده هو البيناري يبقى ده كده تحويلة ال 13 لبيناري تمام طيب الخمسة وعشرين الخمسة وعشرين كاكتل برضو هناخد الخمسة الوحدة الخمسة الوحدة مكافأة ال 1 0 1 والاثنين مكافأة لي 0 1 0 نطبع حفظ الكلام ده ده كده كبينهري تمام يبقى نفس التحويلة دي طيب المية واربعين نكتبها بشكل موسع شوية المية واربعين كاكتل السفر نعرف انه مكافئ ل 3 صفار الاربع مكافئ لي 0 0 1 الواحد ده مكافئ ل 1 0 0 بعد كده هو البيناري وهي نفس التحويلة دي بعد اخر حاجة السبعة الرقم دي يعني السبعة خمسة اثنين ستة كاكتل الستة مكافئ لي 0 1 1 اللي هي دي برضو نرجع للجدول تاني الستة مكافئ لي 0 1 1 الاتنين مكافئ لي 0 1 0 بعد كده الخمسة مكافئ لي 1 0 1 بعد كده السبعة مكافئ لي 1 1 1 فده كده كبيناري كبيناري انا ببص على الجدول ده وبحول على اساسي ومفروض اكون حافظ زي ما قلت طيب ده كده الاكزامبل اللي احنا بنحاول من اكتل لبيناري تعال نشوف الاكزامبل التاني ده ازاي نحاول من بايناري لأكتل برضو الموضوع سهل جدا من بايناري لأكتل طيب رقم ايه رقم ايه عندي 1 0 1 0 1 1 بنقسمهم لجروب من ثلاثة وبنشوف كل رقم مكافئ ليه ال 1 0 1 دي المكافئ لي 5 ال 0 1 1 دي المكافئ لي 6 زي ما قلنا من الجدول يبقى ده كده 65 كاوكتل يبقى 65 كاوكتل تمام طيب بالنسبة الرقم بي الرقم بي عندي 1 المفروض بس نكتبهم اللي ملي شمال 0 1 0 بعد كده 0 0 1 قسمتهم كل مجموعة الوحدة او كل ثلاثة تجد لوحدهم ال 0 1 0 دي مكافئ لي 2 وال 0 0 1 دي مكافئ لي 4 يبقى 42 كاوكتل طيب اخر حاجة رقم سي رقم سي رقم سي نكتبهم اللي ملي شمال 0 0 1 بعد كده 1 0 1 بعد كده يبقى هنا واحد الواحد احنا ممكن نحط صفرين على الشمال اللي صفر على الشمال احنا عارفين انها مش مؤسرة في حاجة بعد كنا نخط كل ثلاثة تجد مع بعضهم 0 0 1 دي مكافئ لاربعة 1 0 1 دي مكافئ لخمسة 1 0 0 دي مكافئ لواحد 1 0 0 دي مكافئ لواحد كده مية اربعة وخمسين كاوكتل تعرفنا كده كده عرفنا كده كده اعرفنا كده كده أجد منها اكتبهم كده انا كان عندي هنا بائنري واكتب او هنا ديسمال وهنا اوكتل وهنا هيكسي اسمال احنا اخذنا كده كده وصلة كيف نحول من Binary لأكتل ومن أوكتل لباناري ومن أوكتل لديسامل ومن ديسامل لأكتل وكنا الفيديو اللي فات أخذنا كيف نحول من Binary لديسامل ومن ديسامل لباناري بقلنا بس إيه إزاي نحول من HexDecimal لأي نظام عاد تاني وده اللي هنشوفه في الفيديوهات الجاية بإذن الله يبا احنا كده خلاص خلصنا لحد فين لحد هنا إن شاء الله يبا احنا كده الفيديو الجاي البياناري وال HexDecimal Convert